عيد الميلاد أو الكريسماس من أوقات العام التي يستغلها كثيرون حول العالم للاحتفال مع عوائلهم يزينون شجرة الكريسماس يجلسون حولها مرتدين ملابس دافئة مناسبة ويشاركون صور الاحتفالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نجوم كرة القدم العالميون لا يختلفون عن غيرهم البشر في ذلك لكن المختلفة في هذه السنة هو انشغال العالم بالحرب الدائرة في غزة وبحجم الدمار وأعداد القتلى وخاصة من الأطفال والنساء نجم نادي ليفربول محمد صلاح الذي يلقبه محبوه بفخر العرب نشر صورة لشجرة الميلاد هذه الصورة بالأبيض والأسود فقط دون أن يظهر فيها لا هو ولا أي واحد من أفراد أسرته كما اعتاد خلال الأعوام الماضية وأعرب في منشوره عن تضامنه مع غزة قائلا عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل مع استمرار الحرب الوحشية في شرق الأوسط وخاصة الموت والدمار في غزة نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم عيد ميلاد مجيد أما النجم الجزائري رياض محرز لاعب جناح الأهل السعودي فنشر صورة لافتة على حسابه على إنستجرام جمع فيها ما بين الاحتفال بالعيد الميلاد أو الكريسماس والحرب الإسرائيلية في غزة الصورة تظهر شجرة الكريسماس مقسمة إلى نصفين بالمائل نصفها مضاء بشكل طبيعي وكتب عليها العالم The World ونصف الآخر فيه لهيب ونيران مشتعلة من قصف وكتب عليه غزة طبعا من شاهد منشوري محمد صلاح ورياض محرز علق على هذين المنشورين حجنة مثلا علقت بقولها فخر المقدسات في الأرواح تسلم يمو صلاح التاريخ انكتب وسجل وكله شايف وعارف وكله حيتذكر مين كان له موقف أبو تريكا وانتهى الكلام أما أسامة فقال رسالة البابا في الفاتيكان أكثر واقعية وإنسانية وتحمل أشد العبارات للاحتلال فلا داعية للبروباجندا الدعائية يمحمد صلاح مصطفى قال فخر العرب الحقيقي رياض محرز لكن الإشادة برياض محرز هذه لم تدم طويلا حيث رصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ستوري وصورا نشرتها زوجة رياض محرز تيلر وورد عرضت الأزياء البريطانية على انستجرام وتظهر هذه القصة والستوري مظاهرة من احتفالهم بليلة عيد الميلاد مع شجرة الكريسمس المزينة برفقة أطفالهما بملابس العيد وهو ما فسر على أنه تضارب حاد مع موقف محرز الذي عبر عنه في الصورة السابقة الصورة الشجرة المقسومة نصفين انهمرت التعليقات الهجومية مجددا وطالت رياض محرز نفسه تقول هذه التغريدة لحسن رياض محرز تطلع بيشتغلنا وعامل نفسه متأثر على أهل غزة القضية الفلسطينية ما هي إلا قناع يستغله المشاهير لإخفاء الوجه الحقيقي لازدواجيتهم أما آخر تغريدة معنا فهي لمحمد حسنين عبقرية رياض محرز رسالة قوية من رياض محرز في ليلة الكريسمس نزل صورة لشجرة كريسمس بتتحرق وكتب عليها غزة وفي نس الوقت بيحتفل مع ولاده بشجرة الكريسمس المتزوقة رياض محرز فخر كريسمس